اهلا وسهلا بابنانا طلاب الصف السلسل الابتدائي مع شرح جديد لمنهج الرياضيات تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم ما زلنا بنتكلم على التناسب بس تعالوا النهاردة بقى بعد ما خدنا معنا التناسب وعرفنا انه هو تساوي نسبتين او اكثر في شوية خواص كده بتميز التناسب تعالوا النهاردة نتعرف على خواص التناسب مع بعض في درسنا النهاردة تعالوا نبتدي درسنا بفيديو صغير كده من بنك المعرفة على خواص التناسب نتعرف بيا على خواص التناسب وبعد ما نتعرف عليها وناخد امثلة صغيرة كده من بنك المعرفة نحل مع بعض بقى تدريبات ونفهم اكتر موضوع خواص التناسب تعالوا نشوف مع بعض كده الفيديو الآن سنعرف معا خواص التناسب اقرأ الخاصية المكتوبة على كل بطاقة ثم ضغط عليها لمشاهدة مثال عليها هذا المثال تطبيق على الخاصية الاولى اذا كمنا بضرب حدي النسبة في عدد لا يساوي الصفر مثلا اتنين على تلاتة في خمسة على خمسة فسوف نحصل على عشرة على خمستاشر وهذه النسبة تساوي النسبة الاولى في هذا المثال اذا كمنا بقسمة حدي النسبة على عدد لا يساوي الصفر مثل ستة على عشرة مقسوما على اتنين سوف نحصل على تلاتة على خمسة او نقول تلاتة الى خمسة اي ما يساوي النسبة الاولى في هذه الخاصية الحالة الاولى اذا كان لديك نسب مثل اتنين على تلاتة يساوي اربعة على ستة اذا كمت بضرب الطرفين اتنين في ستة فستكون النتيجة اتناشر واذا كمت بضرب الوسطين تلاتة في اربعة فستكون النتيجة اتناشر ايضا لذلك كما ترى فان حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين الحالة الثانية من الخاصية الثالثة كما هو مبين في المثال اذا كان لدينا نسبة مثل اتنين على اربعة وخمسة على عشرة وتم ضرب الوسطين اتنين في عشرة وهو ما يساوي عشرين وضرب الطرفين خمسة في اربعة وهو ما يساوي ايضا عشرين فسوف نلاحظ ان النتيجة هي نفسها ولذلك فان النسبتين وهما اتنين على اربعة وخمسة على عشرة متساويتان وهذا ما يسمى تناسبا تعالوا بعد ما شفنا خواص التناسب وعرفنا انهم اربع خواص او تلات خواص والخاصية التانية هي المعكوز بتاعها تعالوا نفتكر بداية مثلا كده معنى التناسب معنى التناسب معنى التناسب لو ركزنا كان هو تساوي نسبتين ففي كل خواص التناسب اللي ذكرت في المثال اللي ادهلنا في بنك المعرفة كان بيجيب نسبة وبيجيب علاقة بينها وبين النسبة التانية هي علاقة التساوي بس ازاي اعرف ان دول فعلا متساويين واتأكد انهم بيساوي بعض ده باستخدام خواص التناسب تعالوا نشوف ازاي تعالوا نرقم كده بالراحة التناسب ونبدأ تناسب بسيط لو انا عندي تناسب اول حد فيه اسمه واحد حد التاني اتنين يعني واحد على اتنين خد بالك ده كده دي نسبة مقارنة بين حاجتين تعالوا بقى نبدأ نعمل الواحد على اتنين ده نسمي الاسامي بس الاول ان ده الحد الاول اه واثنين ده الحد التاني تعالوا بقى ناخد الواحد والاثنين دول نضربهم في اي رقم من خاصية التناسب كده زي ما قال كده في خاصية التناسب اول خاصية لو ضربنا واحد على اثنين دي عايزين نكبرها فنضربها تعالي نضربها في اي رقم مثلا وليكن مثلا على سبيل المثال خمسة الواحد دي لما تضرب في خمسة هتدي خمسة واثنين تضرب برضو في خمسة هتدينا عشرة لو ركزت شوية هتلاقي النص واحد على اثنين هي هي كأنك خدت خمسة من عشرة يعني النسبة دي والنسبة دي متساويتين ده من خصائص الايه التناسب من خواص التناسب ان لو ضربنا احد النسبة احد حدي النسبة في عدد بس زي ما نضرب في الحد الاول نضرب في الحد التاني النسبة الاولى والنسبة النتيجة دول لازم يكونوا متساويتين طيب احنا عرفنا ان الواحد والاثنين ده الحد الاول والتاني النسبة التانية دي بقى بنكمل الخمسة دي تبقى اسمها الحد التالت العشرة دي اسمها الحد الرابع ناخد بالنا من ترتيب الاسامي ده مهم جدا طيب يبقى انا النهاردة ممكن اقول انه كمان في خاصية تاني قالوها في بنك المعرفة انه حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوساطين فيجي الطالب يقول لي فين الطرفين والوساطين دول يا مستر انا مش عارفهم مش احنا قلنا الحد الاول اسمه واحد والتاني اتنين والتالت اللي هو فوق ده الخمسة والرابع ده عشرة ما تيجي نكتبهم جنب بعض كده اول تاني تالت كأنهم وقفين كده قدامي على الطرابيزة ففيه دايما بعد ما يقفوا قدام الطرابيزة كده بيقفين طرفين وفيه ناس في الوسط تعالوا نكتبهم بالترتيب مين اول واحد الواحد بعديه فاصلة اتنين ها تلاتة بعديه تالت واحد مين الخمسة الحد الرابع هو العشرة ركز معايا بقى كده فين الطرفين بتوعنا ايوا الاتنين اللي على الطرف الواحد والعشرة دول طب فين الوساطين بتوعنا اللي هم الاتنين والخمسة تعالوا نضربهم في بعض كده اضرب الاتنين اللي في الطرف دول اللي هم الاول والاخير واحد في عشرة بكام بعشرة اتنين في خمسة بكام بعشرة إيه ده ده حاصل ضرب الطرفين لما بضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوساطين ده خاصية من خواص التناسب يعني أقدر أعرف إذا كان ده تناسب ولا لا بالخاصية دي الخاصية التانية إنه لو ضربنا حدي النسبة في عدد النسبة الأولى والنسبة النتيجة يكونوا متساويين يعني لو إحنا ركزنا كده مستر الواحد في العشرة دي خلاص قلنا بعشرة واثنين في خمسة الطرفين بيساول إيه الوساطين تعال بقى النهاردة قبل بعد ما كتبنا اسم الإخاصية هو حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوساطين تعال نشوف كده بسرعة مثال على ده بيجي إزاي في الامتحال وبعدين ناخد نأكد تاني على الخاصية التانية بيقول لي كده مثال أكمل إذا كان ألف على به بتساوي جيم على دال خد بالك نسبة ونسبة وبينهم يساوي يبقى كل ده اسمه تناسب طيب فإن ألف في نقط بتساوي به في نقط طيب ألف دي يا مستر النهاردة أضربها في مين أيوة دي ألف دي أحد الطرفين يبقى أضربها في دال بتساوي به في جيم بتساوي حاصل ضرب الوساطين يبقى به في جيم ده سؤال بسيط جدا ممكن يجي لك بالمنظر ده أو العكس يجي يقول لك إذا كانت ألف و به وجيم و دال في تناسب مدام قال لك أربع أعداد وجنب بعض بس في تناسب يبقى أنا النهاردة أقدر أكتبهم يعني إيه؟ يعني ممكن أقول ألف على به بتساوي جيم على دال و ممكن أكتبها بشكل تاني إن حاصل ضرب الطرفين يعني ألف في دال بيساوي حاصل ضرب الوساطين اللي هم به في جيم طيب تعالي نشوفه طالب أنهي طالب نفس الكلام برضو ألف في نقط بتساوي به في نقط يبقى ألف في دال بتساوي به في إيه؟ في جيم طيب دي الخاصية الأولى يا مستر الخاصية الثانية تعالي ناخد نفس الأرقام واحدة على اثنين بس النهاردة بدل بقى ما هنضرب طرفين ووساطين تعالي نضرب في رقم بس إزاي ما تضرب الحد الأول تضرب الحد التاني بيطالبه فيه الحد الأول والتاني ما احنا اتفقنا أول رقم في التناسب ده بنسميه الأول والتنين اللي تحت يسمع الحد التاني تعالي نضرب النهاردة في خمسة مصر الواحد ده يتحول واحد في خمسة بقت خمس واثنين في خمسة هتدينا عشرة بص للناتج كده مش لما تاخد واحد لو معاك اثنين وتاخد منهم واحد واحد على اثنين كأنك بتاخد بالزبط خمسة من عشرة ده يعتبر نص الحاجة وده نص الحاجة يعني حاجة عايز تقولي ان دول متساويتين اه احط بقى علامة يساوي يبقى ده يا مستر النهاردة دي الخاصية التانية انك لو ضربنا احد حديي النسبة في عدد النسبة الاولى والنسبة اللي هتطلع دول لازم يكونوا بيساوي ايه بعض لو لقيت ده يبقى ده اسمه تناسب مزبوط طيب تعال يا مستر النهاردة نكتبها بقى باللغة العربية يبقى تتقال كده لو جات لي اكمل اذا ضربنا حديي نسبة حديي نسبة اللي هزي 1 على 2 دي في عدد بس لا يساوي السفر خد بالك لانك لو ضربت في سفر اي حاجة في سفر بسفر فان النسبة الناتجة تساوي النسبة الاولى 5 على 10 بتساوي 1 على 2 طب اذا ضربنا بس يا مستر لا ده كمان لو قسمنا يا شباب يعني لو عكست كده بص النسبة الاولى كم 5 على 10 يعني الحد الاول 5 حد التاني 10 تعال بقى بدل ما نضرب نقسم اقسم على 5 تطلع دي كام 1 على 2 طيب يا مستر النهارة دول برضو بيساوي بعض اه طبعا خمسة على عشرة بتساوي نص مدام حطيت دي نسبة ونسبة وبينهم يساوي بقى كل ده فعلا يحقق الايه التناسب طيب نقولها برضو يا مستر باللغة العربية كده اه بدل ما قولنا اذا ضربنا يبقى اذا قسمنا مين يا مستر حدي اي نسبة على ايه على عدد واحد بس طبعا لا يساوي السفر النسبة الاولى والنسبة النتيجة لازم برضو يكونوا ما لهم متساوياتي طيب تعالى مستر نشوف بقى أنمات مختلفة للأسئلة يجي طالب يقول لي مستر انا ممكن اعمل تناسب ده موضوع سهل او انا احط رقم اول حد تاني اي ارقام بقى او رقم تالت ورقم رابع واحط بينهم يساوي لا طبعا اهو تعالى كده سؤال اتنين على خمسة وستة على خمستاشر دول نسبة ايه نسبة ونسبة هل دول يشكلوا تناسب فتعرف منين باستخدام بقى خواص التناسب اللي احنا لسا قالينها اضرب الطرفين مين الطرفين هنا مستر اللي هو الاتنين ها والخمستاشر تعالى نضرب دول مع بعض اتنين في خمستاشر بتلاتين اضرب الوسطين خمسة في ستة طلعوا بيساوي بعض يبقى دول فعلا يبقوا تناسب يبقى انا نقدر النهاردة اقول ده يمثل تناسب ليه لان اتنين في خمستاشر بتساوي خمسة في ستت ييجي طالب ممتاز تاني يقول لي يا مستر طب ما نعملها بالخاصية التانية اللي هي ايه ضربنا في كام ضربنا النسبة الاولى دي في كام عشان يا تارا النهاردة يطلع لي النسبة التانية يعني ايه الاتنين دي يشوفت ضربت في كام عشان تبقى ستة في تلاتة طب هل خمسة برضو لما تضرب في تلاتة تدي خمستاشر اه يبقى اتنين في تلاتة بستة وخمسة في تلاتة بخمستاشر يبقى النسبة الاولى دي يتضرب الحدين بتوعهم في تلاتة يدينا 6 على 15 إبقى ده فعلا تناسب طب تعالي ناخد مثال تاني بس ما يطلعش تناسب أو بص كده مثال تاني أرقام نسبة 3 على 7 و 12 و 30 3 على 7 و 12 و 30 دي نسبة و نسبة هل دول يعملوا تناسب تعالي نفكر كده مع بعض أعرف منين بخوص التناسب اضرب الطرفين 33 في 30 90 7 في 12 84 لا يا مستر دول مش قد بعض ليه لأنه لما بضرب الطرفين ادونا يا مستر النهار ده كام 60 لكن لما بضرب الوسطين ادينا النهار ده 84 يبقى دول يا مستر مش في تناسب طب برضو بالخاصية التانية أقدر أعرف اه التلاتة دي تتضرف في كام عشان تبقى 12 فتتضرف في 4 لكن السبعة لما تتضرف في 4 يا مستر المفروض تدينا 28 هي مددتش 28 لمنديها رقم تاني يبقى يا مستر كده التناسب ده مش مظبوط ودول ما يكونوش التناسب طيب ده كده يا مستر لو انت جاوبت السؤال ده يبقى انا فهمتي يعني ايه تناسب تعالى نشوف برضو أنماط مختلفة تاني لأسئلة وأسئلة مشهورة جدا بتجينا كتير في الامتحال بيجي يقول لي كده ايه وجد قيمة سين في التناسبات القتية طب فين سين دي اللي هي موجودة فينا مكان النقاط او ساعات بيجيبها نقاط بس طيب مش احنا عارفين ان ده تناسب اه هو ايه الفوق في التناسبات القتية يعني النسبة دي بتساوي النسبة دي اه يا مستر طب نعمل ايه الحاك نعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين برافو يعني ايه الرقم اللي اضربه في 44 يدينا بالزبط قد حاصل ضرب 4 في 33 ويجي طالب يقول لي يا مستر بس دي صعبة ماشي تعالى نسهلها لك ونقولها بشكل ابسط شوي هو حاصل ضرب الطرفين برضو بيساوي حاصل ضرب الوسطين بس تعالى نضرب الاول الرقمين اللقصات بعض اهم اللي هم النهاردة اللي موجودين في المقص بتاعنا او الطرفين ولا الوسطين فتقول لي الوسطين اضربهم الاول وبعدين اقسمهم على قصاد السين في الطرف التاني انا عندي طرفين طرفين الاربعة والتلاتة وتلاتين دول الوسطين والسين واربعة واربعين دول الطرفين واربعة والتلاتة وتلاتين دول الوسطين فانا عايز قيمة السين اعمل ايه اضرب الطرفين اللي موجودين معاي اللي هم الحدين اللي موجودين قصادي هل هم اللي في الطرفين ولا الوسطين هتيجي تقول لي يا مستر لا ده ده التاني وده يا مستر التالت يبقى دول اسمهم الوسطين اضربهم في بعض واقسمهم على الاربعة واربعين يعني يا مستر اقول كده سين بتساوي اضرب كده الطرفين تعال نمسح بس الكلام ده الاول ونشوف كده الطرفين فين هم اهو اربعة و تلاتة و تلاتين دول يا مستر الوسطين ولا الطرفين لا دول كده يا مستر الوسطين موجودين الرقمين بتوع الوسطين اضربهم في بعض فوق في البسط وبعدين اللي يطلع اقسمه على الرقم اللقصاد السين أو اللي هو الـ 44 يبقى على الـ 44 يا سلام ده الموضوع سهل قوي دايما اضرب الرقمين اللقصاد بعض واسمهم مع الرقم اللقصاد السين الرقم اللقصاد السين بأي ألا حسب أو بحساب حضرتك النهاردة بالاختصار يدينا الناتج 3 تعالي ناخد مسألة كمان اوجد برضو قيمة سين في التناسبات القتية عشان تثبت في دماغنا بس سين هنا هي مين الحد اللي ناقص هنا الأول ولا التاني ولا التالت والرابع لا دي التالت يا مستر طيب برضو نفس الفكرة هنقول سين بتساوي ها فين الرقمين اللقصاد بعض أنا سامعك بتقولي الـ 56 والـ 2 برافو عليك أهم أعمل فيهم إيه دول أضربهم في البسط وقسمهم على مين على الرقم اللقصاد السين فين الرقم اللقصاد السين يلا نبص كده أهو السبعة يا مستر يبقى على السبعة يبقى 56 في 2 على السبعة يلا بسرعة بقالتك الجميلة كده يبقى حياك الناتج 16 أو لو هختصر يدينا برضو 16 كمان سؤال عشان نتأكد التناسب في إيجاد قيمة حد من حدود التناسب ده ناقص هنا مين الحد اللي ناقص ده الحد الرابع يا مستر طيب يبقى حط مكانه سين ها سين بتساوي برافو مين الرقمين اللقصاد بعض ها كام 45 و 28 دول رقمين موجودين قصاد بعض يبقى حضرك دول يتضربوا فوق في البسط كده ونقسمهم على الرقم اللقصاد السين اللي هي على 36 يبقى يا مستر الناتج بتاعي النهار ده هيددينا كام 35 و 30 جبت أرقام يبقى أنا استفدت من خواص التناسب إن أنا أقدر أجيب أي حد فيه تناسب مش موجود أنا عندي تناسب ونقص حد واحد أقدر أجيبه باستخدام إنه حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين طيب تعالي شوف مثال مختلف شوية يعني إيه لو جات لي المسألة بالمنظر ده فييجي طالب يقول يا مستر إيه ده ده هنا مفيش طرفين ووسطين دول مش ربع حدود يا مستر دول ثلاثة لا دول اتعودنا إنه لما يبقى فيه حد عندك حضرتك النهاردة وملوش مقام ممكن أنت تعمله مقام أي عدد صحيح النهاردة أنت ممكن تكسره كده وتحط تحتيه كام واحد برافو عليك فتاني أنا لو جالي تناسب ونقص وفيه عدد صحيح اكسره وحط تحتيه واحد بقى تناسب فيه أربع أعداده يا سيني فين بقى النهاردة الطرفين بس يا مستر دي مش سين لوحدها دي سين زائد ثلاثة ولا يهمك مش ده الحد اللي مش موجود عندي اللي فيه سين خده كله زي ما هو وكتبه يعني لو جات لك سين هكتبها سين طب سين ناقص ثلاثة سين زائد ثلاثة هكتبها زي ما هي يبقى أنا هكتب هنا كده سين زائد ثلاثة بتساوي مين الرقمين اللقصات بعض يا شباب ها خمسة واثنين اضربهم في بعض في البسط يبقى كده دول حاصل ضرب الوسطين على الرقم اللقصات السين مين الرقم اللقصات السين يا مستر الواحد طب بس ده مش قصات السين بس ما يهمنيش أنا ليه الحد الاول ده هو اللي مش موجود اللقصاته هنا يبقى الحد الرابع حطه في المقاط يبقى على كام يا مستر على واحد طيب اللي طلع ده بقى مستر هو السين لا اللي طلع ده هو سين زائد ثلاثة فلما يبقى سين زائد ثلاثة بعشرة ما تعرفش تجيب لي السين بس يعني إيه الرقم اللي أجمع عليه تلاتة يدي عشرة آه يا ميستر الرقم أكيد سبعة يا ميستر برافو ولو مش عرفت تعملها شيء للتلاتة دي بس النهاردة وديها النحية التانية بعكس الإشارة يعني دي زائد تلاتة نقلها هنا كده بالنقص فتروح حضرتك سين تبقى بتساوي تعال نبص عليها كده عشة نقص تلاتة يعني السين تقدر تقول لي بكام بسبعة يبقى جات لي سين سين زائد تلاتة سين نقص أربعة ما فيش مشكلة طيب ناخد واحدة كمان إذا كان تلاتة على سبعة بتساوي اتناشر على سين ده تناسب سهل يا ميستر خلاص يلا بسرعة نعمل السين بتساوي ها مين الرقمين اللقصات بعد في المقص سبعة في اتناشر نحطهم مضربين فوق في البسط على الرقم اللقصات السين مين الرقم اللقصات السين التلاتة يبقى على تلاتة يا ميستر خد بالك انت كده اللي طلحته ده رقم السين اللي ويطلع بكام بتمانية وعشرين هو هنا بقى بيرخم شوي انت عرفت ان السين بتمانية وعشرين بيقولك بقى انا عايز سين ناقص اتنين خلاص بسيطة هاتي التمانية وعشرين ونقص منها اتنين يبقى هنقول سين ناقص اتنين يعني تمانية وعشرين ناقص اتنين تبقى السين ناقص اتنين دي بستة وعشرين خلصة المسألة بتاعتي كلام جميل وحلو جدا وبسيط وبستخدم التناسب فيه بسهولة قوي طيب هل ممكن يجيلي التناسب بشكل مختلف عن كده احيانا احنا قلنا ممكن احطهم جنب بعض بس لازم وانا بحطهم جنب بعض كده لازم من رأس السؤال بتاعي يقولي ان الاعداد دي فيه تناسب مش اعداد فيه اكمل بنفس التسلسل او فيه تسلسل لا فيه تناسب فيجي يقولي كده احيانا اوجد قيمة سين لكي تكون الاعداد الاتية متنسبة فاول ما تسمع الجملة دي تعالى نرتبهم مين اول واحد جالك اتنين يبقى اكتب عليه ده حد اول مين التاني تلاتة مين الحد التالت تمانية مين الحد الرابع مش موجود حط مكانه سين سين ده رمز مجهول كده لغاية ما نعرف بكام رمز لغاية ما نعرف الرقم بكام يلا نرتبهم بقى بما انهم في تناسب يبقى حضرتك اتنين على تلاتة بتساوي كام تمانية على الرقم اللي مش موجود بنحط مكانه سين ايه ده دي بقت سهل او يا مستر خلاص يبقى السين بتساوي بسرعة بقى ها مين الرقمين لقصاد بعض تمانية وتلاتة مضربين فوقه في البسط يا مستر على الرقم اللي قصاد السين على اتنين يبقى تمانية في تلاتة باربعة وعشرين على اتنين يا مستر يطلع الناتج بيساوي اتناشر مسائل جميلة وسهلة تعالى نشوف كمان معانا نسال تاني نأكد على المعلومة نفس الكلام بس الحد اللي ناقص هنا مين الحد التاني طيب يلا نرتبهم برضو يا مستر مدام الف تناسب بيبقى اربعة على الحد التاني مش موجود تسميه سين مؤقتا لغاية ما نعرفه بيساوي الحد التالت على الحد الرابع خد بالك الترتيب اول على تاني يساوي تالت على الرابع بعد كده تقول السين دي بتساوي الرقمين اللقصاد بعض في البسط هنضربهم هنا الطرفين يبقى اربعة في ستة على مين يا مستر على الرقم اللقصاد السين يمشي مع السين كده ايوه يبقى على ثلاثة اربعة في ستة با اربعة وعشرين على ثلاثة يبقى الناتج اه تمانية طيب لغاية كده كلام حلو جدا وفاهمين يا مستر بس تعال بقى ناخد مع بعض كمان شوي التمارين مش مجرد ايجاد قيمة حد نقص لأ تمارين بقى لفظية فيها آآ كلام يحكي حوار كده او حدوتها ونطلع منه احنا نكتشف ان ده تناسك بس تعال بقى ناخدهم مع بعض كده على البورد بتاعي يلا بينا تعالوا نشوف مع بعض بقى اول سؤال عندنا آآ مسائل لفظية كلام وإحنا هنستنتج ازاي ان المسألة دي بتتبع آآ التناسب وهتتحل بخلص التناسب احنا قلنا ان التناسب هو تساوي نسبتين فالمفروض ان احنا نلاقي هنا نسبتين طب تعالوا نقرأ بالراحة كده ونشوف اشترع علي خمسة كيلو جرام من البرتقال يبقى اول رقم عندي خمسة كيلو جرام طيب خمسة كيلو جرام دول ما لهم بقى فدفع مبلغ خمستاشر جنيه انا هنا لقيت مقارنة خمسة كيلو برتقال بيدفع فيهم خمستاشر جنيه مقارنة ما بين التمن وما بين الايه الوزن اللي اشتراه او الكتلة اللي اشتراه يعني الغاية هنا لو انا النهار ده عندي الرقمين دول بس او لو احنا كمان ادق قوي نقول عليها معدل طيب فيه بقى رقم تالت او رقم رابع جاي اه هو عايز بقى مش عايز يعمل مقارنة لعا عايز يعرف يدفع قد ايه عالي ده لو النهار ده بقرر انه بدل ما اشتري خمسة عايز اشتري تمانية كيلو جرام يبقى انا هنا يا مستر يبقى ده يا مستر تناسب يبقى انا اول ما اشوف ده كده يا مستر انا هعمل تناسب بس ركز بقى انت النسبة الاولانية بتقارن مين من مين احنا قلنا هنقارن يا مستر الكتلة بتاع البرتقال ده مع التمن بتاعها اكتب كده الكتلة الى السمن دي المقارنة بتاعتي طيب عايز بقى اعمل تناسب يلا نحط بقى ارقام مرة للكتلة ومرة للتمن كل كتلة بالتمن بتاعها اول كتلة اشتريها خمسة كيلو جرام يبقى انا هكتب كده فوق خمسة كيلو جرام يبقى مهم قوي الترتيب يبقى الكتلة كلها تبقى فوق والتمن بتاعها المقارنة بتاعتها تحت طيب الخمسة كيلو جرام دول التمن بتاعهم كام؟ اه يا مستر ده كتب هو الخمسة كيلو دفع مبلغ خمستاشر جنيه نحط خمستاشر جنيه تحت بصي كده التمييز هو اللي يوضح لك تمانية ايه؟ كيلو جرام يبقى دي الكتلة اللي عايز يشتريها تاني عايز يشتري بعض الناس بتقول عليه وزن لكن هو ده كتلة الوزن ده موضوع تاني الكتلة التانية دي يا مستر تمانية كيلو جرام يبقى تتحطي فوق عشان احنا اتفقنا الكتلة فوق والإيه والتمن تحت تمانية كيلو جرام دول بيكان بقى مش عارفين طب مش عارفين دي يا مستر نحط مكان هسين لغاية ما نقدر احنا بقى ندي المعلومة دي للشخص ده ونقول له يا عالي انت هتدفع كزا يلا يا مستر اول ما شفنا المنظر ده ها حاصل ضرب الطرفيه بيساوي حاصل ضرب الوسطيه يلا يا مستر يبقى نقول سين اللي يتمثل التمن النهار ده بتساوي مين رقمين اللقصات بعده في المقص الخمستاشر والتمانية دول يا مستر بيتضربوا فوق في الباست برافو عليكم والرقم اللقصات السين ده نحطه في المقام يا مستر يبقى خمستاشر في تمانية على خمسة يلا يا مستر نحط كده الخمسة تحت خمستاشر في تمانية على خمسة تدينا اربعة وعشرين تعال ناخد مثال كمان ونشوف النفس النمط كده او نفس الشكل سيارة تستهلك عشرين لتر من البنزين كلما قطعت مسافة 210 كيلو متر بيقارن ما بين اللترات اللي بحطها في العربية من البنزين تماشيني مسافة قد ايه فأول حاجة عشرين لتر يماشوني 210 كيلو متر طب جميل والله ده عربية كويسة قوي طيب النهار ده يا مستر انت عايز ايه بقى بيقولك بقى استهلك قد ايه بنزين احط قد ايه بنزين عشان انا عايز امشي 630 كيلو متر انا هطلع رحلة مسافة كبيرة فاحط بنزين قد ايه انت النهار ده تقدر تجاوب وتقول للشخص ده يحط بنزين قد ايه قبل ما يطلع الرحلة ده عشان ما يقابلش مشاكل والبنزين يخلص من ازاي اعمل تناسب يعني اعمل تناسب يعني اعمل مقارنة الاول بين كميتين اللي هما انت عارفهم طب فين الرقامين اللي موجودين عشرين لتر بيماشوا العربية 210 كيلو متر يبقى انا بقارن عدد اللترات مع المسافة يالله نعمل كتب مقارنة ما بين عدد اللترات والمسافة طيب نحط فوق اللترات كام لتر يا مستر عشرين لتر بيماشوني قد ايه يا مستر 210 كيلو متر ممتاز تعالى بقى عشان نعمل تناسب نحط يساوي تاني يا طرى بقى مدين اللترات ولا مدين الكيلو متر لأ انا عارف ان الرحلة اللي هطلعها دي مسافة بتاعتها 630 كيلو متر لكن عايزك انت تقولي كام لتر يبقى 630 كيلو متر دي قبل ما نزل الاجابة كده لما اعمل شرطة تحط في البسط ولا في المقام تحط فوق ولا تحت اي وقت تحط تحت برافو يبقى يا مستر النهاردة كيلو متر تحت 630 كيلو متر والسين النهاردة او معامل مقص يبقى حضرتك النهاردة السين بتساوي فين الرقمين اللقصات بعد برافو عشرين في 630 فوق في البسط ومين في المقام 210 يا مستر اللقصات السين يبقى حضرتك الناتج بتاعنا هو يا مستر بسرعة يدينا كام ها 60 60 ايه لتر ليه عشان يا مستر عدد اللي تردي فوق طيب يعني ناخد كمان سؤال كده نحكي بقى بسرعة إذا كانت نسبة هنا بقى وموضح لك إنها نسبة ما بين كتلة هاني وكتلة والده يعني مش بيحكي حده طيب أنا ببساطة بقارن بين كتلة هاني وكتلة والده تعال نعمل على طول بقى حضرتك كده المقارن كتلة هاني وكتلة والده كام أول رقمين هاني واخد تلاتة لما كان والده نسبته خمس طيب هيديني بقى رقمين تانين واحد منهم ناقص ركز بقى أنهي كتلة اللي مده لك فكم يكون كتلة تاني إذا كانت كتلة والده تسعين كيلو جرام يبقى حاك الرقم الجديد ده يا مستر هنحطه تحت كده عنده والده كده تسعين وفوق كتلة تاني مش عارفين هنحط سين يلا نعمل المقص بتاعنا الرقمين اللي قصاد بعض في البسط الرقم اللي قصاد السين في المقام يا مستر يبقى حضرتك كده يا مستر تلاتة في تسعين على خمسة ركز في الناتج الناتج اللي هيطلع يبقى بايه بالكيلو جرام ما هم الاثنين وزن بقى هنا يا مستر يبقى كيلو جرام 54 كيلو جرام نتمنى أنه حضرتكو تكونوا استوعبتوا كويس قوي خواص التناسب بنستخدمها في ايه قد ايه مسائل جميلة وبنعيشها في حياتنا وبنحل بيها مسائل طبق على المسائل دي كتير وأتمنى أنه احنا نكون في دناكم ونشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة القادمة شكرا وإلى اللقاء